محققكم وكابتن محمود أبو الدهب كابتن أبو الدهب وإحنا نازلنا مستمرين طبعاً لمباراة اليوم الجولة 32 وبعض الفرق اللي من خلال هذه الجولة يعني تأكدت بطا سواء الإنتاج أو أسوان وإحنا بنتكلم بقى ليه يا كابتن فكرة الانديم ما بتحاولش تركز من بداية الموسم ووجد نظرك إيه الأسباب؟ هل موضوع مدي فقط؟ هل ما بوجود موضوع العيبة؟ هل موضوع إدارات نفسها في تغيير المدربين؟ وجيت نظرك ونصايح حسن حتى للفرق اللي صعدت هذا الموسمة كابتن خلي بقى لك فرون للموسم الجاية عندك عدم استقرار طبعاً من يوم رأحد من يوم رأت اتنين إنه ما فيش كلة الموارد المادية أنه أنت ما بتقدرش تجيب العيبة تجاري بها الدور الممتاز يمكن أنا سعيد جداً بالتجربة اللي عملها مصر المقاصة يمكن أن كابتن عبدالجيل العملها السنة دي إنه واخد كل المتشاط السنة دي بقى آخر كما لا يمكن أخذ كما عشر متشاط إن كابتن عبدالجيل بقولك أنا جاي الهدف إن أنا بطلع لعيبة أو الناشئين إن هي تسد الفراغات أو إن أنا مصرفش كتير الموسم القادم فأكيد دا حاجة كويسة جداً أنت ما بتعتمدش على لعيبة اللي عندك في قطاع الناشئين إن أنت بتصرف على قطاع الناشئين بشكل كبير جداً فأكيد إن إنت بتعمل لك ضعف في الموارد المادية ما بتقدرش تصرف على الفرق ما بتقدرش تجيب لعيبة كويسة جداً حاجة تانية بتبقى ما عندكش دوافع كبيرة جداً يا فروه أنا دايماً ممكن السنة دي إنت بتقول إن في آخر الدوري في اللي حتى في المنافسة مع الألو الزمالك إن الفرقة بتلعب بقوة الفرقة عندها دافع إنها تكسب طيب ليه ما بتلعبش من بداية الموسم كتير؟ هل إنت عندك اللعيبة عندها طموح إن هي تكسب ألو الزمالك بس؟ ليه ما بتبخشش في المنافسة؟ يمكن إحنا كنا بتشوف الإسماعيلي من فرقة اللي بتنافسه دي كان بتدي حلاوة وقوة للمنافسة شوفنا برامز رغم الماديات الكبيرة جداً والصرف اللي صار فينه إن إنت مخدتش حتى مدخلتش المربع الزهب اللي يعني أنك إنت عندك لعيبة كويسة جداً ومن أفضل اللعيبة اللي موجودة في مصر في صف برامز هم موجودين أكتف مربع الزهب هم موجودين لكن حتى الآن ده أنا نشوف النهاية الدولة لو إنت صرفت كده لأ ده أنت تاخد بطولة اللي تجيب عندك رمضان صبح عندك عبدالله الصعيد عندك محمد فروغ بطولة كافة دي حاجات كتير من هاش دعوه لكن عندك مقاومات اللي إنت عندك تموع اللي يبقى عندك هدف توصله إن إنت عندك هدف توصله إن إنت تاخد بطولة فده مش موجود لازم يكون عندك إدارة قوية تبقاها بجانب الجد عندك استقرار فني عندك مدير فني قوي عندك لعيبة تعرف قمة الفن اللي هي نفسها سواء بقى بتلعب في نادي قليل نادي كبير فبالتالي يكون عندك تموع زي ما بيتكلم اللعيبة لكن كرلة الموارد المادية ممكن كل الفرقة بتشتكي من كرلة الموارد إن في لعيبة الإسماعيلي كان بيعاني في الدور الأولاني لحد ما جد كابتن أهب جلال لم الفرقة وعمل شغل كويس جداً إيدي اللي ينظم الفرقة إيدي يخلي اللعيبة فيها التزام في الملعب يعرفوا كيمة نادي الإسماعيلي حاجة تانية أنت محتاج تدعيم محتاج استقرار بشأن أنت بتبص على النتائج دايماً إن إنت الفرقة المدير الفني لو قسب النهاردة هو موجود ما يكسبش خلاص هيمشي فده ممكن حاصل مشكلة العاجة التانية يمكن أنا بشكر عليها غتل المحلة من بداية الموسم صبرين على الكابتن خالد عيد فيه أعمال نتائج كويسة جداً رغم إن بعض اللعبين صغار السن الفرقة كويسة فرقة ملتزمة في الملعب وقدر يقعد ده هو إن هو يحقق إن هو الطموح إن يقعد في البقاء يعني في البقاء بالدول فرقة ودي ده إجلم الفرقة كويسة جداً تلعب كورة كويسة جداً عندهم لعيبة كويسة جداً لكن إنت في نفس الوقت دي فرحة غزمة حلقة كتة النهاردة ويمكنه إحنا كنا بنسمع المتافيات اللعيبة وفرحتهم ما بيغنوا لخالد عيد يعني بيغنوا للمدرب دي العلاقة بقى كتة النهاردة برضو مهمة جداً حتى لو عندك إدارة كويسة وعندك لعيبة كويسة وعندك مدرب كويس لازم بقى الحلقة دي أو الربط ده خلي بقى لك والاستقرار مهم يا فروق إن أنت صبرت عليه وعلى أنه عارف اللعيبة وطلع بيهم من الدرجة التانية وصعد بيهم وقعد بيهم فأكيد كان فيه لنك بينه وبين الأدارة فيه استقرار مع اللعيبة اللعيبة عرفت إيمة الكابتن خالد عيد عرفت وبيت عباد دي عامل شغل كويس فاللعيبة أكيد سعيدة جداً بالأداء وبالبقاء فبالتالي أقول اللي هم عايزينه إن أنت تقعد في الدورة الممتازة في السنة الجاية إن أنت تبقى موجود أو متواجد إن أنت تحاول تشوف الأخطاء أو الأداء اللي حصل أو بعض المراكز إن أنت تقدر تجيب لعيبة وقدرين إنهم يعملوا قيداً طيب